اللي انا عاوز اقوله ان احنا عملنا اصلاحات ضخمة جدا جدا واصلاحات جزرية انا فاكر تأمين الصحي الشامل انا اشتغلت فيه من 2006-2007 وما كناش قادرين نعديه حضرتك جيت وقلت عدوا التأمين الصحي الشامل وابدقوا تطبيقه ده هيخفض الفقر وهيتعامل بصورة جزرية وحل جزري مع واحد من اهم التهديد لحياة المصريين ليس فقط في صحتهم وحتى في جيوبهم وضعهم المالي انا عاوز اقولي سادتك سادت الرئيس السنة دي احنا حطين حوالي 2 و2 من 10 مليار جنيه في الموازنة لدعم غير القادرين للست محافظات بتوع التأمين الصحي الشامل يمكن السلايد كبير احنا عملنا اصلاحات ضخمة جدا في الدرايب والمنظومة الضريبية والالكترونية عملنا اصلاحات ضخمة جدا وجزرية في ادارة المالية العامة للدولة اخر حاجة اقولها انا فاكر انا كنت نائب وزير وكنا في 2015 وكنا بنعرض على سيادتك الموازنة وكنا بنقول ان في حاجة اسمها جيفو ماي اس او نظام معلومات قدارة المالية العامة وده حاجة مهمة لمصر لازم نعملها عشان ندين المنظومة بطريقة الالكترونية فسيادتك قلت طب ما تعملوها قلنا لسيادتك دي بمحتاجة 3-4 سنين فسيادتك قلت السنة الجاية زي دلوقت تكون خلصانة تيجي تعرضوها علي خلصانة السنة الجاي فعلا اشتغلنا واضغطنا ولكن السنة اللي بعدها جاية عرضنا عليك افانا 61 الف حساب كان كل ما كان في الدولة دي عنده حساب منفصل وبقى حساب الخزانة الموحد كان الشيكات الورقية الحكومية لغناها من تاريخ مصر وبقى كله الكتروني منظومات كتيرة وشغل كتير اتعمل في وزارة المالية وفي مصلحة الضرائب وفي مصلحة الجماري والمسيرة هتستمر التحديات شديدة والألام شديدة لكن مصر قادرة ودي حكاية وطن بدأ من سنين وهتستمر لكن الوطن قدها وهستمر شكرا